النهاردة بنكمل البناء الخامس اللي بناه فينا القرآن الكريم بدأ البناء الأول بالبناء للذات ثم البناء الثاني كان بناء الأسرة ثم البناء الثالث كان بناء العمل ثم البناء الرابع بناء العلاقات والنهاردة بنكمل البناء الخامس اللي تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن المستقبل وقلنا إن الله سبحانه وتعالى مهد مستقبنا فكانت أول معنى أن مستقبنا ممعد فمستقبنا معلوم ووسع مستقبنا سبحانه وتعالى فمستقبنا واسع وإن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فمستقبنا كمان مليء بالحسن وإحنا كمان لازم نكون متذوقين مدد الله لنا بالحسن في المستقبل وعشان كده لازم نعيش بالإحسان والإحسان ده يقتضي إن إحنا نجرب والنهاردة نكمل منظومة الإحسان ونكمل منظومة المستقبل الواسع المستقبل المنير لما تكلمنا مبارحة عن التجريب في ناس ممكن تقول بس أنا مش قادر أنا جربت وما وصلتش وما عادش فيي نفس إن أنا أحاول مرة تاني واحدة من أبرز المشكلات اللي إحنا عايشينها دلوقتي ونشوفها عياناً محدش يقدر أبداً يخطئها مسألة إيه؟ أنا ما أطلق عليه الهشاشة النفسية الناس بقى عندها هشاشة ما بقتش قادرة وما بقتش عايزة في كل وقت كنا بنقابل ضغوطات وأزمات طول عمر البشرية بتقابل ده بس كان عندنا صلابة نفسية نتعب آه بس بنقدر نتجاوز ده ونقوم ونكمل وكمان نسند بعض ونستمر وعمر ما الأمل والرجاء غاب عننا أبداً فالنهار ده نتكلم عن صفة أساسية في العيش وهي الصمود الله سبحانه وتعالى قال في الجزء 25 في سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم يعني إيه؟ يعني خليك سابت خليك صامد خليك مش بس ماسك كمان بالغ في الاستمساك استمسك يعني انت خليك سابت وصامد ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصلك وأرسل إليك سبحانه وتعالى والآية دي من أكثر الآيات اللي محتاجين إن احنا نعيش بيها في وقتنا ده لأنها بتعلمنا أصل من أصول الصمود وأنا بحب أسميه الصمود بالله عارفين الصمود بالله يعني إيه؟ زي الثقة بالله كده الثقة من أجل الله من أجل أن الله هو الله فالصمود لأجل أن الله هو الله أنا صامد لإني ربي معي ويدبر أمري ويحفظني ويرزقني وهو سبحانه وتعالى هو ولي وهو الذي يتولى الصالحين إذن فأنا صامد وكمان من أصل الصمود الاستمسك بالحقيقة ما هو الصمود بالحق يقتضي الاستمسك بالحقيقة عشان تستمر أنت صامد بالحق سبحانه وتعالى يبقى الاستمسك بالحقيقة نستمسك بالحقيقة يعني نعيش بيها نعيش بيها في كل تفاصيل حياتنا زي حقيقة إن إحنا مدعومين مسندين مسندين بإيه؟ أليس الله بكاف عبده فأنا مستمسك مستمسك بالعروة الوسقة مستمسك بالحقيقة في وقت الضغوط والاستمسك في الحقيقة احفظ مني الاستمسك بالحقيقة في وقت الضغوط فرج وفرجة لما تسمع قوله تعالى وهو بعكم أينما كنتم وقتها تشوف أن الضغوط جات عشان تهذبك مش عشان تعذبك وتعرف أن الضغوط اللي انت بسميها ضغوط ربنا جابها عشان البلاء يتحول إلى هبة مش يتحول إلى عب ليه؟ لأن دوة اللي هيخرج أحسن ما فيك وكمان هياخدك إلى باب باريك يبقى وكمان يوقفك على أنك مدعوم من سيدك ولم ينساك سبحانه وتعالى أكتر الحاجات اللي ساهمت في الزيادة اللي هي الشاشة النفسية ولازم نركز شوية مع المسألة دي الوهم أكتر حاجة العيش بالوهم وكمان من العيش بالوهم العيش بالتمني وأكبر وهم بنعيش بيه وبيهشم وبيكسر عظام قلوبنا وعظام حياتنا وهم العيش بحولنا وقوتنا يعني وهم الحول والقوة وده ساعد على ده علوم بقى بنا بسميها علوم نفخ الزات علوم شوية حاجات كده بتقوله انت قادر وانت عندك حول وانت عندك قوة اللي تعلمناها الأيام دي وبنحس ان قال ايه؟ احنا اللي بنصنع مستقبالنا احنا بنستعد بنستعد الرزق ربنا وبناخد بالأسباب لكن الرزقنا بيوسع لما نستمسك بالله وتتنفخ الزوات وتزيد الفردانية ويكتر كمان في زواتنا بعد ده ان احنا لما نواجه الواقع ونحس ان احنا مش قادرين نحبط وكمان نيئس وطبعا ده كله ايه اللي حاصل الناس بتحصل كده مع دعوات اعتزل ما يؤذيك يوصل بالهشاشة النفسية بالناس في اخر الحال ان هي بعد الكلابة والوحدة ان هي تزعل من ربنا حاجة في غاية السوق طيب احنا نعمل ايه بقى عايزين نروح ونشوف بقى ايه اللي ممكن يخلينا نتخلص من الهشاشة النفسية دي لان الهشاشة النفسية دي لو فضلت ورانا عاد جبنا الارض اول حاجة لازم تعمل ايه تفرز ما يطلح عليك تسمع اللي بيطرح عليك وتفرزه وتنتقي منه وتتحرى ان انت تسمع المعلومات من المتخصصين لان بعض الاحيين المعلومة من غير المتخصص تاخدك تنزل بك الى الارض وتكسرك وتهشمك فبلاش ناخد المعلومة من السوشيال ميديا عمالة على بطار ونسلم بيها لا تحقق شوية وبلاش تنشر حاجة انت غير متأكد منها وكفى بالمرء يثمن ان يحدث بكل ما سمع وعشان نكمل وازاي نتخلص من الهشاشة النفسية وازاي نقدر نعيش بالسموت بالله سبحانه وتعالى